كن أنت الفائز ومن بعد ما تكلمنا على الفرق والتمييز فيما بينهم تكلمنا على الإدارة في الفوضى كيفش يمكن للإنسان على أنه يدير إدارة بعض الأمور وخكين الفوضى وأحيانا يجب أن يكون إيجابي وأن يتحلى بالسلبية واضح؟ ثم أعطينا طريقة بالأمس الخاصة بالتفكير خارج الصندوق وقلنا بأنه كين ثلاثة أكين استعفوا ديال التقنيات المتعلقة بالتفكير خارج الصندوق قد نذكر منها وحدة اليوم وحدة من بين أهم طرق الإبداعية في حل المشاكل قلنا التفكير خارج الصندوق هو أولا أن يذاكر الإنسان الواقع قبل التمرد عليه بمعنى قد تجد الحل أحيانا ما شغل خارج الصندوق قبل أن أنظر إلى خارج الصندوق يجب في المبدأ الأول أن أركز داخل الصندوق قد يكون الحل فعلا من داخل الصندوق ما أعطيتكم المثال بالأمس على أنه عندنا صندوق متعددة كين الصندوق المهاني والصندوق ديال العلاقات الاجتماعية الصندوق الخاص مثلا بالتقافة العامة إلى آخره فأنا تنقلب شنو هي المشاكل اللي أنا ألقيتها في حياتي في الجانب المهاني واستفدت منها إذن هذه الاستفادة هي تجريبة كنقول مع راسي إلو قع لي شيء مشكل مثلا في الجانب في العلاقات مع شريك الحياة مع الأبناء شنو هي الطريقة اللي نجحت فيها أنا في العمل ونقدر نستعني بها في هذا الصندوق هذا هو التفكير خارج الصندوق ولكن أحيانا قبل التمرد والخروج من هذه الصناديق والتفكير خارج الصندوق خليك مركز على مذاكرة الواقع بمعنى نراجع الواقع ديالي ونراجع الصندوق اللي أنا فيه يكما فيه شي حل وأنا ما حجبتش عليه أنا ما شفتوش وحجبتني عليه الرؤية علاش؟ هنا مقارنة بالموضوع اللي تكلمنا عليه إلا عقلتم مع أي مشاهدي الأفاضل أنت دائما لا ترى الواقع كما هو الخريطة ليست هي الواقع أنت غالبا لا ترى الصورة الكاملة تخيلوا معايا لا ترى الصورة الكاملة الخريطة ليست هي الواقع داكر الواقع قبل التمرد يعني تلاتا ديال مهارات الحمد لله الآن كنظن بأنكم وصلتوا الواحد مستوى خاص من الوعي باش تعرفوا تديروا إدارة الحياة سواء في الجانب المهني أو في الجانب الشخصي والعلاقاتي فقد نكملوا معكم الأسبوع المقبل إن شاء الله في فنيات حل المشكلات وقد نشوفوا باقي المبادئ تذكروا دائما راجعوا الواقع قبل التمرد عليه من أجل التفكير الإبداعي وكونوا من الفائزين ترجمة نانسي قنقر